نشوف برضو الوضع بالنسبة لفريق نهضة بركان في الوضع الحالي معايا عبر الهاتف او عبر زوم الان الكابتن مونير الجوعاني المدير الفني السابق لفريق نهضة بركان والحالي لنادي اولمبيك خربكة المغربي يا فندم مشرفنا ومنورنا سعداء جدا بتواجدك معنا النهار السلام عليكم وشرف متبادل وهذا الشرف كبير لنا نكونوا ضيوف عندكم ونحن في بلدنا التاني بلد مصر اللي نحبوها كتير والحمد لله انه علاقتك وطيدة ما بين الشعب المغربي ولا الشعب المصري ونتمنى ان شاء الله انه نكون عند حسن ضن الجمهور اللي كيستمعناه اللي كيشوفناه في الحين ان شاء الله كيف تنزل لهذه المواجهة الكبيرة القادمة مبين فريقك السابق فريق نهضة بركان ونادي عزة مالك في زائب نهاية الكنفيدرالية بصراحة فاولا ممكنش ننسى كان نهائي دي 2019 اللي كان نهائي كبير وكان فريق السابق فاز علينا لانه خصوصا بتجريبة خصوصا اللاعبين اللي كانوا عنده كله مجربين نادي السابق اللي اللاعب اكتر من نهائي على عصبات الابطال والاتحاد الافريقي فريق نهضة مالك كانت نحن اول جريبة نهائيا لعبوه مع فريق وفريق كبير فريق من اكبر الفورق للصعيد الافريقي والعربي اللي هو نادي السابق كانت نظن بان في ذاك الوقت تجريبة خانت نهائي بركان وجريبة هي اللي خلت أن فريق نادي السابق يفوز كنا نفزنا بمباراة ذهب هدف سافل لكن مباراة الاياب كانت اول جريبة اول مباراة كانت استعمل فيها الفار وكانت نهازنا وكانت واحد دفعة كبيرة من الجمهور ديال الزماليك الغاء عكس حاليا فريق نادي السابق كان من بعد ذاك النهائي فاز مرتين بالنهائي وعنده تجريبة كبيرة عنده لاعبين أكثر تجريبة من ذاك الوقت لأن ذاك الوقت كان تفاجئنا لقينا رسنا في النهائي فكن نظن بان فرق كبير ما بين النهائي 2019 و2024 وكن نظن بان حاليا فالمباراة ستكون صعيبة للطرفين الفارق اللي سيكون مستعدينيا أكثر هو الفارق اللي سيكون للنهائي الحقيقي هو اللي سيكون في القاهرة ان شاء الله من دلوقتي في عناصر ناضي بركين طرق أنهم يستطيعوا أن يصنعوا الفارق أمام نادي الزمالك في الوقت اللي كنا في 2019 كانت عائلة كانت واحدة المجموعة اللي كان في هلابا كوتجو اللي كيلعب حاليا في نادي العين يوسف وضايو كان العربي الناجي محمد عزيز إذن فهذه المجموعة كلها اللي بقى منها حاليا هو هو يوسف وضايو اللاعب البوركينابي أمس شجل هدف إذن فأنا كنشوف بأن المجموعة كان تغيير تغيير الجهاز الفني الشعباني اللي جاء قبل المباردية الربع النهائي كنظر بأن أنا كنشوف بأن الحاليا الحاليا ما كنش النجم في النهائي النجم هو المجموعة المجموعة كلها واحدة الكتلة عندهم تغيير كبير ما بين نهائي 2019 و2014 إلى 2019 كان فارق يستغل كتير ضربات التابتة القوة اللاعب على العمق اللاعب المباشر فالحين كنتغير كنتنوع كنتستحوات كيلعب على الأطراف لعب على العمق إذن فأنا من غير يوصف وضاي هو الوحيد اللي يلعب نهائي 2019 فالمجموعة فكان مجموعة متكاملة مجموعة شابة كان نظر بأن عكس 2019 بمنازمة 2019 شايف نظر بركان الآن أفضل أم في 2019 أفضل من ناحية جريبة لأن 2019 كان أول نهائي يعني في التاريخ ديالنا نهائي بركان إذن كانت واحد دفعة كبيرة رغم أن نعبنا في برج في اسكنداريا وكان جمهور كبير هذا القل الجريبة اللي خلتنا أما في الحين لعبين مجرابين لعبين اللي لعبين اللي لعبين في فروق كبيرة لأن الوقت 2019 من غير لابا ودجو ويوسف وضايو كل اللاعبين كانوا تكونوا في الفارق ففي الحين الفارق كانت مجرابين في المستوى الكبير كان لعب مثلا كالمورابيت كبول فالير باسم السينيجالي كان البحيري كان لعبين وعنده تحت في المستوى الكبير إذن فارق زمالك ما ينتظر فالفارق العادي فسيكون مباراة صعيبة على الطرفين وكما كنت لكم كابت نهائي الحقيقي هو اللي في قاهرة إن شاء الله كابتن مونير جعواني المدير الفني السابق لفريق ناظر بركان والحالي لنادي أولمبيك خريبكة المغربية لمشكورك شكرا جزيلا على هذه المداخلة